تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها العسكرية ضد داعش على أكثر من محور لا سيما في الأنبار ونينوى حيث كبد الجيش المسلحيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وفق مجلس النواب العراقي برئاسة سليم لجبوري أعطاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة زمنية حتى يوم السبت المقبل لتقديم ما تبقى من ترشيحات الوزارية التي تشمل تغيير عشرة وزراء في الحكومة إلى ذلك وصل النائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العراق لبحث عدد من القضايا مع حكومة بغداد أهمها الحرب على تنظيم داعش والأزمة السياسية الراهنة وقالت وسائل علام محلية إن بايدن التقى لعبادي لدى وصوله إلى بغداد حيث بحث معه الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وهذه المرة الأولى التي يزور فيها بايدن العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 وهو ثالث أرفع مسؤول أمريكي يزور العراق هذا الشهر بعد وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر ميدانيا أعلن الجيش العراقي مقتل القيادي بتنظيم داعش المدعو أبو صهيب المغربي وعدد من مرافقيه إثر دربات دقيقة من قبل مدفعية الفرقة في منطقة السخيخة شرقي بغداد وفي تقدم يعد الأبرز على الجبهة الشمالية سيطرت القوات المشتركة على قرية مهانا الواقعة في محافظة نينوى من تنظيم داعش وأصبحت قرية مهانا الواقعة جنوبي طريق رئيسي بين الشرق والغرب رابع منطقة يسيطر عليها الجيش في منطقة مخمور المنتظر أن تكون نقطة انطلاق الهجوم المقبل على الموصل ترجمة نانسي قنقر